أعوذ بالله من الشيطان العجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجئ فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسر الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدعك وكان الله عفوا غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقفروا من الصلاة أن تقفروا من الصلاة إن خستم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أصلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يفلوا فليفلوا معك فليفلوا معك وليأخذوا حذرهم وأصلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفرون عن أصلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم ذا من مطل أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما فاذكروا الله قياما وكن دوا على جنوبكم فإذا طمعنا أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ولا تهنوا في بأتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يعجون وكان الله عليما حكيما إننا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقول للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادر عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة عن من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يقصب إثما فإنما يقصبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يقصب خبيعة أو إثما ثم يوم به بريعة ثم يوم به بريعة فقد احتمال بحتانا وإثما مبينة فدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر